حكاية النهاردة مليانة شجمي وحنين لزمن الفن الجميل بطالها فنان موهوم لفت الأنظار واشتهر وهو لسه طفل صغير شارك في أعمال كثيرة جداً كبيرة جداً حفرت تاريخ الدراما زي ليلة الحلمية أرابيسك والكل تنبأ له بمستقبل واعد لكن فجأة اختفى وبعد كتير قوي عن الأدواء ولما سألناه كانت المفاجأة رحلة معاناة طويلة مع الظروف الصعبة والمرض برحب بضيفي وزميلي الفنان الجميل عمر محمد علي أهلاً بيك نورتنا يا عمر أهلاً بيكي وأنا في منتظر هذا أنا بشوفك مدمهالة لأن ده من زمان ما تقابلناش مع بعض في عمل واحد وإن إحنا حتى يبقى على نتقابل ونسأل على بعض يعني كده إن شاء ربنا أنا مقصرة لا أنا مقصرة لا أصلك أنت بعدت يا عمر عن الأدواء فالواحد ساعات بلاي فنان بعد عن الأدواء بيقول فيه أكيد أسباب لكن أنت ما أعلنتش عن مرضك لما اتعدت عن الأدواء فعلاً أنا ما قلتش للمرض بتاعي اللي هو الإصابة المتعددة يعني فهمه يعني عندي عندي التصلب متعدد فهماني ما حدش أعرف الكلام ده غير في الآخر خالص لما النقابة الدكتور أشرف زاكي حبيبي طبعاً وصديقي وصديقي الصدوق وجميل أوي أوي ربنا يديله الصحة يا رب وإيانا جميعاً إن شاء ربنا وهو إنسان جميل إنسان يعني فوق الوصف وإنسان حلو وكل حاجة حلوة فيه لما أعرف عمل معايا بصراحة بعت وقفد من النقابة يسألوا علي والوافد ده كان منهم طبعاً الأستاذ أحمد سلامة وأستاذ مصطفى حجي وبعض الزملاء يعني جمع عشان يشوفوني ويسألوا علي وبعدين الدكتور أشرف أعمل معايا برضو حاجة حلوة يعني إن شاء ربنا هو هيجي يشرفني وأنا بقول هالو كده على الهوى إن شاء رب العالمين هيجي تغدى معايا زي ما قال قال هاجة أتغدى معاك يا عم فهماني عمالي يعني حاجة شهرية أو بمعنى صح مع الشهري أي مع الشهري معه اللي هو النقابة يعني خلاص بيته عضو عامل في النقابة عندنا والكلام ده هو قال لي قال لي إن شاء ربنا خلاص تعمل عضو عامل ليك وفي معه الشهري والكلام ده كله فأنا بحب هذا الرجل يعني هذا الرجل حبيبي هو دايما سبق للخير الحقيقة وبيقف جنب الناس كلها أيوة يعني ما فيش حد بيلجأ له في أي ظرف من الظروف إلا بيلاقيه ويقف جنبه فعلا ده حقيقي ده يعني ده إنسان بولك يعتبر صديق طبعا جامد جدا وصديق الصدوق وإنسان جميل ومحترم وزوء وكله كله حاجة كويسة الدكتور عشر لأ أصلا ده كنت يا عمر فنان وإنسان محبوب من كل زميلك يعني أنت كنت نسمة زي ما بيقولوا ربنا يبارك والله بكلمك جد شكرا يعني كنت نسمة وكنت تدخل أي مكان بالتشاع فيه البهجة والسعادة أشكرك إيه سبب معلش أنا حديقك شوية أقولك إيه سبب المرض اللي جاء لك ده المرض ده من عند الله سبحانه وتعالى اسمه التصلب المتعدد وأنا راضي راضي باللي يكتبه ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا أبيت أم لم أبي اللي عزو الله هو اللي هيكون فأنا صابر على اللي يكتبه علي ربنا إن كان شفا ولا إن كنت أكمل في هذا المرض فترة طويلة ربنا سبحانه وتعالى العالم بكل شيء أنت توقفت عن العلاج لفترة على فكرة أنا عايزة أقول لأختي مدام هالة أن هذا المرض مكلف جدا والكلام ده وهذا المرض ألاجه بصراحة يعني موجود في أمريكا وكندا ومش أينفع أن أنا بأخذ حاجات لأن هذا المرض بيعمل هجمات يعني والمرض حتى اسمه التصلب المتعدد فبيعمل هجمات وبتاع ما عرفش أحرك رجلي إيدي بتاع الكلام ده كله فربنا يا ساهل لأن إن شاء ربنا بنيش فيك ويعفيك يا رب وياك ويانا جميعا أمين طيب لما ابتديت رحلة العلاج أنت كثير ما قالوا لكش مثلا فيه فترة معينة ولا أنت توقفت عن العلاج لأنه زي ما أنت بتقول مكلف جدا هو فعلا هذا المرض مكلف جدا جدا ثم بأخذ حاجات يعني تهديني شوية عن المرض أو تهدي المرض عني شوية إنما ولكن علاج هذا المرض في أمريكا في هولندا كده يعني في هذه الدول الأوروبية والكلام ده فأنا إن شاء ربنا ربنا يا ساهل إن شاء الله وتبقى معايا إمكانيات مادية وأسافر أعمل الحاجات دي إن شاء الله ربنا يرزقك يا رب وياكي ويانا جميعا إحنا كل الناس أمين وربنا قدر على كل شيء يا عمر وبعدين أنا اللي ملحظا أول ما دخلت لك دلوقتي للستوديو أجماتي اللي مدايقاني يعني رعشة ممكن رجلي المرض ده بيسبب لي إن أنا أحك في الأرض عشان أعرف رجلي تقيلة إيدي تقيلة معرفش أكل كويس بالمعلقة زي الناس ما بتعمل لا باكل سنوة شات علشان أعرف أتحكم في الأكل تتحكم فيها أنا شايف أن أخوك أحمد أحمد أخويا كان موجود معاك وده طبعا سند طبعا ودعم ليك يعني الحقيقة ونعمل أخوة يعني ربنا يبارك فيك والله لأنه أساسا أنتو شباب متربي أصلا الحمد لله يعني زي ما بيقولوا كده متربي على طبليت أبوك أه طبعا وعدين كل إخواتي مش أحمد بس يعني لي أحمد طبعا يعتبر الأخ اللي هو القريب مني زيادة عن اللزوم يعني هم القليب مني وفي أخويا برضو إهاب وإخواتي البنات حلوين برضو هم اللي بيساعدوني ده بعد أمي وأمي بعد الله سبحانه وتعالى دي ست الحبايق طبعا مال إيه طبعا يعني أنا شفتك في الحقيقة على الفيسبوك أنه هي اللي بتدعمك وهي اللي وقفة جنبك أم أيوة أيوة أمي فهي اللي وقفة بالها مني هي اللي متكفلة بي في حياتي كل حاجة أنا ما أقولهاش على حاجة غير لما تبقى في أقل من لحظة الحاجة دي جاهزة قدامي أو معمولها لي بنا أخليها لك يا رب أمين ويديها الصحة والعافية ويعينها ويبارك في عمرها ويتول في عمرها ويانا أمين يا رب أنا سعيد جدا برؤياك يا مدام هاتف والله العظيم أنا أسعد يا عمرو وحسيت كده لما رجعت الزمان رجعت الزمان للألم الجميلة أو الله أيام ما كناش شايلين هم الحاجة ولا كنا مقضينها كده يعني حب فعلا حب في الله لبعض سبحانه وبعدين أنت إن شاء ربنا ربنا هيبارك لك في عمرك وفي صحتك الله وهيطول في عمرك ويانا جميعا الله أمين أنا بحبك في الله حبيب ربنا أنا بحبك في الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يقول للشيء كن فيكون في أقل من لحظة حقيق حقيق فهماني آه طبعا هو اللي جاب طبعا وهو اللي يقدر يشيل أيوه هو اللي جاب هو اللي هياخد يعني أنت لازلت لحد دلوقتي فيتعالج ومصاريفك كتير مكلف مكلف جدا جدا معاش النقابة ما بيكفيش أنت بتكمل بقى المصاريف إزاي بقى المصاريف بكملها زي عن طريق إخواتي إخواتي وأخوي أحمد وأخوي إهاب وأمي وكلهم يعني برضو بتسهموا معي في طبعا بس أنا يعني بناشد الناس أنه ده فنان خسارة يعني مش مستكترين المرض عليه طبعا كل شيء بياد الله سبحانه وتعالى بس يعني إحنا عايزين نقول يا جماعة هو ده بقى التكافل يعني لو كلنا كل الفنانين وعلى رأسنا طبعا الدكتور أشرف أشرف زكي وناس من اللي حبه عمر من هو صغير يا جماعة لازم كلنا نقف جنب بعض هو في محنة في محنة فعلا وما بيستجديش من حد ده إحنا اللي بنطالب بدا لأنه زي ما قال وزي ما سمعنا إن مصاريف العلاج مكلفة جدا وإخواته طبعا ربنا يخليهم يعاربهم ويطرح فيهم البركة ويبقى دايما سند ليك بس أنا برضو بناشد القلوب المصرية اللي تفرجت على عمرو وصغير وعايزين يشوفوه دلوقتي وهو إن شاء الله بإذنك يا رب في كامل صحته بناشد وزير الصحة لدعمه في مشوار علاجه وإن شاء الله إن شاء الله حيشرفنا قريب وهو معافى ويعود للفن من تاني إن شاء الله رب العمين على الفكرة مدام هالا أنا عايز أقول برضو حاجة يعني في بعض الناس قالوا إحنا بنتبرع العمر والكلام ده على الفكرة أقسم لك بالله أقسم بالذي رفع السماوات بدون عمد إن أنا مخدتش جنيه من حد من تبرعات ولا الكلام ده ما حصلش مخدتش منهم جنيه ولا حد من أهلي عشان يبقى القسم سليم مفيش لحد اللي بداني جنيه إن أنا اتبرع لي وكلام ده مفيش الكلام ده مفيش غير بس الأصدقاء اللي هو الدكتور أشرف زاكي النقيب بتاعنا لأنه هو زي ما أنا قلت لك اللي هو وقف جنبك معنوية الحاجة طبعا ده صديق الصدوق لا أنا 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 ما نشد الناس عمر ليه لأنه أنت لسه في شبابك أنت ما تجوزتش مش كده لا أنا ما شاء الله متجوز وعندي بنت ما شاء الله الله أكبر دي حبيبة قلبي بنتي طبعا شاهدي دي عمري كله أنا بحبها في الله سبحانه وتعالى وبحبها هي كمان شخصين بحبها ألا بنتك بنتي الله بحبها بحب بنتي قوي 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 ما شاء الله ربنا خليها لك عندك يا مسارعة بنتي في تانية كلية إعلام ما شاء الله الله هو أكبر الله هو أكبر ما شاء الله كلية إعلام بس ما تانية زي ما قلتلك بس فهي حبيبة قلبي طبعا طبعا ربنا خليها لك وخليك ليها وتشوفها عروسة وقد الدنيا أمين في حياتك وتشوف أحفادك وفي حياتك إن شاء ربنا أمين يا ربي خليك أنا بشكرك يا عمر إن أنت بجد رغم ظروفك الصحية إلا إن أنت شرفتنا وأنا مش بناشد الناس إن أتتبرع لأ أنا بقول يا جماعة لازم نقف جنب عمر رحلته طويلة مع العلاج مش هقول أكتر من كده وهو يستحق هو يستحق فعلا لأنه بني آدم مؤمن بالله سبحانه وتعالى جل شان وعلا وراضي بالحل اللي هو فيها فيجب إن احنا فعلا نقف جنبه وندعمه عشان يرجع تاني ينور الشاشة شرفتني يا عمرو أنستني يا حبيبي وأنا مبسوطة وسمحني إن أنا مقصرة لا أنت مش مقصرة ولا أي حاجة أنت إنسانة جميلة ربنا يسعيدك بحبك في الله سبحانه وتعالى ربنا يخليك لي وإن شاء ربنا هنتقابل تاني إن شاء الله وأنا وقف بقى على رجلي وإنت وقف زي الأسد إن شاء ربنا إن شاء الله إن شاء ربنا قادر على كل شيء قادر على كل شيء سبح لي هاخد تليفونك من أخوك لأستاذ أحمد وأتصد بيك عشان أسلم على والدتك وأبوس إيديها وأشكرها أمي 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 طبعا من أخليها لك يا رب ست الكل جميلة ومستحملاني كفاء كفاء أنه مستحملاني يا ابني لازم أي أم تستحمل ابنها مستحملاني نا مال إيه مستحمل قرفي لا 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 مستحمل لا بالعكس علاجي لا 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 الحمد لله لا بالعكس وربنا يقدرنا بإذن الله أمين إن إحنا نقدر نقف جنبك بشكل إيجابي أمين وملاقيك كده بتقولي في التليفون أنا مسافر عشان أتعالج أمين يا رب إن شاء الله أمين بتمنى لك بتمنى لك بتمنى لك الصحة والتوفيق من عند ربنا وأنا كمان بتمنى لك الصحة والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى إنتي وكل المنمودين هنا وكل الناس اللي شايفانه عشان أنا بحب الناس كلها وبتمنى الصحة لجميع الناس والناس كلها بتحبك يا عمر ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك فاصل ونرجع تعيني لحكاية مصرية جديدة موسيقى 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 موسيقى